في اللحظة الأخيرة تخرج الولايات المتحدة عن صمت طويل كان شعارها تجاه اللجنة الدستورية التي طالما روج المبعوث الأممي الخاص ستيفان ديمستورا لضرورة إقرارها ها هي الخارجية الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة ستشارك في محادثات تقودها الأمم المتحدة في جنيف الشهر القادم عنوانها العام مناقشات ملفات مرتبطة بالوضع السوري لكن رويترز أشارت إلى أن اللقاءات ستفضي لمناقشة تشكيل لجنة من شأنها وضع دستور جديد للبلاد يجد فيه ديمستورا مدخلا لإنهاء حرب دامت سنوات طويلة ليست أمريكا وحدها ضمن قائمة ديمستورا للمدعوين إلى جنيف فقد دعا ديمستورا أيضا مجموعة الدول المصغرة للتحالف والتي تضم مصر والأردن والسعودية بالإضافة لألمانيا وفرنسا وبريطانيا جميع هذه الدول لم تحدد موقفها بعد من المشاركة في مشاورات ستحضرها الدول الضامنة لاتفاق أستانا أي روسيا وإيران وتركيا وسيغيب عنها الشعب السوري برمته حتى إن ميليشيا أسد استبعدت من لائحة المدعوين الخارجية الأمريكية لم تنسى تحديد ممثلها لهذا الاجتماع وهما جويل ريبورن مبعوث الإدارة الأمريكية وجيمس جيفري الممثل الخاص المعني بسوريا والمعروف بحسب محللين لمواقفه الهجومية ضد روسيا وإيران ما سيجعل مهمة ديمستورا صعبة للتوفيق بين الأطراف المشاركة لكن الرجل متفائل بنجاح مهمته بتشكيل اللجنة الدستورية لا سيما وأنه صرح للصحفيين قبل أسابيع قليلة أنه انتهى من المشاورات الخاصة بها وأنه واثق من أنها ستباشر عملها قبل انتهاء العام الحالي We have been able to